أكد رئيس مجلس الأمن الدولي نيكولا ديري بير أنه لم يتلقى أي طلب من الحكومة العراقية بخصوص الهجوم الإيراني الأخير على إقليم كردستان شمالي العراق يأتي هذا فيما حصلت سكاي نيوز عربية على رسالة عراقية إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة دون المطالبة بعقد جلسة لمجلس الأمن بعد الضربات الإيرانية الأخيرة نفتح هذا الملف مع ضيفنا من أربيل الكاتب والباحث السياسي ياسين عزيز أهلا بك سيد ياسين إلى غرفة الأخبار إيران إذن تستبيح الأراضي العراقية ولكن الشكوى العراقية لا تلقى حتى إلى مستوى تصعيد في مجلس الأمن كما وعدت الحكومة العراقية كيف تفسر ذلك؟ مساء الخير أستاذ فيصل تحياتي لكم وللمشاهدين يبدو أن هناك تراجعا توقعناه في الماضي من موقف الحكومة الاتحادية سواء على صعيد السيد رئيس الحكومة ووزارة الخارجية توقعنا بعد عودة السيد السوداني ووزير الخارجية إلى بغداد أن يكون هناك فعلا ضغوط وكانت هناك ضغوط الأول ضغوط إيرانية على قوى متنفذة في الإطار التنسيقي ومن ثم الإطار التنسيقي الذي يتصدى لحكومة السيد السوداني على حكومة السيد السوداني مما تجلى في الرسالة الضعيفة الموجهة من قبل الخارجية العراقية إلى سيد الأمين العام للمتحدة والسيد رئيس مجلس الأمن لهذه الدورة يعني هي رسالة كما طرحتم أنكم حصلتم على نسخة منها رسالة ضعيفة جدا طلب استنجات أو طلب موعظة أو وساطة نوعا ما في بعض النقاط من الجالب الإيراني بالاكتفاء بعدم مهاجمة الأراضي العراقية بهذا الشكل فعلا الرسالة لم ترقى إلى الحدث الكبير يعني هجوم صاروخي بعاليستي إيراني مكثف وباعتراف الحرس الثوري الإيراني لكن للأسف موقف الحكومة العراقية وموقف وزارة الخارجية تحديدا تراجع بالشكل كبير من اليوم الأول للحادث من شكوى أو دعوة إلى جلسة طارئة أو خاصة لمجلس الأمن إلى كلمات إنشائية أكثر مما أن تكون مثلا رسالة من دولة تم الاعتداء عليها بصواريخ باليستية هل يتوقف الأمر عند هذا الحد؟ ما موقف أربيل؟ تابعنا خلال هذا السبوع آلاف من الأشخاص في أربيل تجمعوا رفضا لهذه الاستباحة الإيرانية للأراضي العراقية هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ في رأيك؟ أنا أتصور أن الموضوع فعلا لن يكون باتجاه التصعيد أربيل أيضا بحاجة إلى تهديئة مع الجانب الإيراني لديها كان قبل القصف الإيراني 26 من الشهر الجاري كان هناك نية بإرسال وفد من أربيل إلى طهران لتسوية المواقف وتهدية المواقف المتوترة أصلا بين أربيل وطهران لكن القصف يمكن آخر لكن مع وجود وزير كردي تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقود الحكومة ويتحكم في أربيل على رأس وزارة الخارجية وهذا الموقف كما قلنا للإنشاء الضعيفة تصور أن موقف أربيل أيضا سيكون متوجها إلى التهدي أكثر مما إلى التصعيد أربيل باعتباره حكومة إقليمية وليس حكومة مركزية أو اتحادية لا تستطيع مفاتحة منظمة الأمن المتحدة أو مجلس الأمن مباشرة إلا عن طريق وزارة الخارجية العراقية لذا فأنا أتصور أن هذا الموقف يمكن أن يكون نوعا ما فيه من التوافق بين الطرفين من أجل تهدية الأمر والتوجه إلى مفاوضات مباشرة مع الجانب الإيراني اتهم مسرور برزاني رئيس وزراء القليم كردستان الجانب العراقي وقال أن استهداف مقر الموساد في دخل القليم لا أساس له من الصحة هل رشحت أي معلومات؟ هل هناك تحقيق حول الأمر؟ هل من تفاصيل لهذا الرفض والحديث أنه لا صحة تماما لما تقول عنه طهران؟ أربيل استقبلت أولا وفدا أمنيا رفيعا برئاسة سيد قاسم الأعرجي مستشار الأمن الوطني فيه ممثلون عن المخابرات العراقية والجهات الأمنية العراقية ومن ثم بعد أيام من هذا الوفد الذي أدلى بدلوي أيضا وفد نيابي من مجلس النواب العراقي مؤلف من لجنة الأمن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية الجميع أجمعوا أن الهدف المستلف هو هدف مدني ولا وجوده للموساد في هذا الهدف أو في مناطق أخرى وهو المرة الثانية التي تعتمد الحكومة الاتحادية أو تنفي الموقف الإيراني من أن يكون هناك تواجد للموساد السيد مسعود البارزاني حسب معلوماتي أبلغ الجانب الإيراني عبر وسط عراقيين مقربين من طهران بأن أربيل وأي منطقة في إقليم كرسان مفتوحة للجانب الإيراني يمكنهم التحقق بنفسهم من عدم وجود الموساد أو أي خطر أمني يهدد الجانب الإيراني من خلال أربيل أو أي منطقة أخرى في إقليم كرسان الموضوع من الأول ضغط سياسي من جانب الإيراني على السيد البارزاني وعلى أربيل الذي يعتبر هذا الخط من أربيل امتدادا من الحدود الإيرانية إلى الحدود السورية العقبل تقريبا الأخيرة أمام الإيراني من بسط النفوذ على منطقة فاصلة بين حدودهم والحدود السورية لذا فأتصور أن حجة الموساد الذي نفاه الجميع وأنكره الجميع وليس للجانب الإيراني أي دليل على وجوده ستبقى حججا ومبررات من أجل الضغط السياسي المتكرر سواء في هذه المرحلة أو أي مراحل أخرى ستأتي وما الذي يجعل إيران لا تخترق هذا الحاجز كما وصفته سيد عزيز لا يعني باعتبار أن هم يعتبرون أربيل أو الحزب الديموقراطي الكردستاني عثر أمام هذا باعتبار أنهم تقريبا لديهم حلفاء في مناطق أخرى في الإقليم لديهم حلفاء أقوياء في بغداد يبقى كما قلت العاقل وحيد أمام مد النفوذ خاصة أن منطقة أربيل أو المناطق التي تقع تحت سيطرة الحزب الديموقراطي الكردستاني والسيد البارزاني منطقة استراتيجية مهمة من الحدود الإيرانية وحتى وصولا إلى سنجار ومن ثم الحدود السورية هذه العثرة لا تزال فعلا عائقا أمام التنفيذ ما يسمى بالهلال الشيعي أو المخططات أو المشروع الإيراني في منطقة الشرق الأوسط تحديدا الرابط بين إيران وسوريا ومن ثم إلى لبنان والبحر المتوسط ألم تظهر في رأيك أي علامات لبدء صعود هذا النفوذ في داخل الإقليم حتى وإن كان بسيطا وربما يزداد لاحقا يعني مع الموقف الضعيف للولايات المتحدة أستاذ يعني نحن نعتمد وأربيل تعتمد بشكل كبير على ردة الفعل الأمريكية والمجتمع الدولي مع تراجع هذه الردود الفعل مع تراجع التأييد الأمريكي لإقليم كردستان مع فتور العلاقة بين أربيل وواشنطن أنا أتصور أن المد الإيراني سيقوى لكن أنا أتصور أن هذا المد سيتوقف مع تدخل أمريكي قوي باعتبار أن هذا المد أو تنفيذ هذا المشروع سيهدد الوجود الأمريكي سواء في إقليم كردستان أو في العراق أو في المنطقة وحتى حلفاء الولايات المتحدة في هذه المنطقة أنا أتصور أن يكون الأمر وقتيا وستعود الولايات المتحدة لتكون فعلا عائق الصد أمام تنفيذ المشروع الإيراني وستتعاون مع أربيل من أجل وقف هذا المد ماذا لو حدث العكس وربما الدلائل تشير إلى أن الأمر عكس ذلك هناك مطالبات بضرورة خروج الوجود الأمريكي في داخل العراق وهو يؤثر بشكل أو بآخر كما أشرت على حكومة أربيل إذا تم ذلك وإن كان تدريجيا إلى أي درجة يؤثر على واقع وموقع الإقليم من هذه المطامع الإيرانية كما أشرت لها يعني أكيد لو حدث الاستحاب وأنا أستبعد وأقول أن مثلا في الشهر العاشر كان هناك منتدى في أربيل كانت مساعدة وزير الخارجي الأمريكي السيدة فيكتوريا تايلور موجودة وأنا كنت حاضر في المنتدى تحدثت بشكل صريح وواضح أن من يتوقعون أن تنسحب الولايات المتحدة أو أن تترك العراق والمنطقة فأولئك واهمون يمكن هناك تحرك تكتيكي من جانب الولايات المتحدة لكن كل التصريحات والدلالات والمؤشرات وحتى المعلومات تدول أن هذه التصريحات التي تأتي خاصة اليوم من قبل وزارة الخارجية أو من قبل المتنينة تخفيف أضغوط على حكومة السوداني وإعطاء نوعا ما متنفس لحكومة السيد السوداني بأنها ماضية في هذا الموضوع من على الجانب الأمريكي لكن متى سنشت أي انسحاب؟ أنا أتصور أن حتى كلمات سيدة السفيرة الأمريكية في العراق إلى إتفاقية أمنية مستدامة كلها تؤشر ببقاء هذه القوات في العراق في النهاية سيد عزيز هذه الضربات الإيرانية وإن كانت بحجج تشير إلى أربيل أنها غير صحيحة إلى أي درجة تمثل ضغطا حقيقيا على حكومة قليم كردستان مثلت حكومة قليم كردستان عليها ضغوط مباشرة وغير مباشرة من قبل الجانب الإيراني للأسف الغير مباشرة ما نراه عبر تعاملات الحكومة الاتحادية قوى الإطار التنسيقي بعدم تنفيذ الاتفاقيات والاتزامات السياسية والإدارية بين حكومتي الإقليم والحكومة الاتحادية المباشرة توجد بالضربات الإيرانية سواء للمعارضة الإيرانية المتواجدة في قليم كردستان أو القصف الصاروخي الأخير الذي يعتبر فعلا تكرارا ونهجا جديدا مباشرا من قبل الجانب الإيراني للضغط أنا أتصور أن أربيل الآن ليس في وضع جيد يمكن أن تواجه إيران مباشرة وستلجأ أيضا عبر علاقاتها ودبلوماسيتها إلى الدول العظمى لاسيما الولايات المتحدة مع هذا أنا أتصور وحسب معلوماتي أن حكومة إقليم كردستان أو الحزب الديمقراطي الكردستاني في الجانب المقابل سيتوجه إلى نوع من الدبلوماسية مع الجانب الإيراني من أجل إيجاد مساحة وسط بين الطرفين وتجاوز هذه المرحلة الخطيرة بين أربيل وطهران ياسين عزيز الكاتب الباحث السياسي كنت معنا من أربيل شكرا جزيلا لك سيد عزيز